في كمات عرضيات انا اتفرقت عليها من مونتاري في المطشور وفي كمات اطوال موجودة عند مونتاري وفي كمات غيابات موجودة عند مونتاري احكي بقى للجمهور الحكاية والاهلي مستني ايه قدام مونتاري شوف اه الاهلي مستني مباراة قوية مباراة قوية اللي انت هتلعب امام خسم قوصيح هو مش ماشي بشكل جيد في لاف الابراتيورة ولا الكراسيورة دا لده النظام الدوري عندهم هناك شتوي وصيفي ولكن محمود هو في المجمل طوال طريقه هو ما بيبشيش كواس في الدوري هم خدوا خمسة دوري بالنظام الابراتيورة والكراسيورة مقابل كام بقى كونكاكاف بطولة ابطال دوري خمسة برضو خلال الدوري عندهم متساوي مع البطولة القرية عندهم ويمكن الاندياة المكسيكية متفوقة في البطولة القرية كلوب امريكا والاكثر تاتو كونكاكاف سبعة كوروس اوزول بستة كمان مونتاري خمسة ومين بقى الفريق اللي بعد كده كستاريك ايه سابريزا زهر اخيرا زهر اخيرا اشتعرف بس انا الاسم كنت فاكره منين اه الفرق المكسيكية متفاوقها وبشدة يمكن اخر حتى فريق ما اخدش البطولة القرية ديت في امريكا الشبالية والوسطى محمودي بعيدا عن فرق المكسيكية برضو زابريزا بلقى الكستاريك انا برضو هفجأ اجيه كل شوية طيب اه انتا بتتفرج على فريق منتاري فريق عندهم غيابات مبدئية زيهم زي الاهلي عندهم غيابات كتيرة جدا جدا يعني باسباب مختلفة انشغال لعيبة مع المنتخبات زي المكسيك وتلومبيا والارجنتين وكمان الكورونا وبعض الاصابات فبتلا عندهم غيابات كتيرة جدا الفريق بقى اللي لقى بالمبرانة ايه في اللي فاس باللقبة محمودي لما تتفرج على المبرانة بتاعنا انا حاصل ساعات هنالقطه بتتفرج على المبرانة لايف تمام فريق مرعب هجوميا فريق مرعب هجوميا يعني انت بتتكلم على رجوليو بونس موري المهاجم بتاعهم الاصلا ارجنتيني ومعه الجنسية المكسيكية اخطر واحد اخوه على فكرة توقم راميرو بيلعب في النادي المصر السعودي بس مدافع ده اخطر واحد طول فارع بيلعب بقار عرضية بشكل اكتر من ممتاز وفيه تفاهم كبير جدا مع الاطراف الهجومية اللي معاه سراع جدا في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم ولكن عندهم مشاكل بقى دفاعية كتير جدا جدا خاصة السنائي هوكتر مورينو وسيزار طيب يعني الاول ده فريق هيلعب على الاهلي عرضيات كتير عرضيات كتير جدا برقم واحد وعرضيات متنوعة احيانا بتبقى عالية واحيانا بتبقى سريعة على الارض اللي بيوصلوا لخط وبيلعبهم لللي جاي مندفع من الخط الخالفي كويس فاذا عند الزهارين اهم نقطة انه لازم تقابل ومتسبش فيها عرضيات كتير وعلى قلب الدفاع كمان دي بقى هي دي المواجهة الاجبر في المباراة محمودية يعني انا وجهة نظري ان قلب الدفاع بتاع الاهلي يا دي العنوان الاساسي بقى بتاع المباراة كيف توقف رجولو وونس موري هي دي رجوليو وورس موري الراجل اللي عنده ارتقاءات عالية والعيب جايد جدا وبيعرف اعملوا عن كنترول على الكرة كويس جدا هي دي النقطة اللي انت حتقدر تواجه بقى الفريق منتري فريق منتري مين يمسكه كاسر الراهيم انت برضو عندك مشكلة برضو في عدد اللعبة المتوفرة رامي ربيع وياسر الراهيم فريق منتري فريق عنده مشاكل دفاعية كتير جدا محمودي لو انت لعبت ان انت مايتسجلش فيك هدف بدري عشان ما تلجأش للهجوم ويبقى فيه مساحات هم يقدروا يستغلوها اعتقد ان الممكن ان افضلات يبلغ الاهلي ولكن لو استقبلت هدف في الاول الامور راح تصعب عليك عندهم حارس مارما اندرادا الحارس المارما الارجنتيني متميز على فكرة الاطراف عندهم هجوميا متميزين بشكل كبير جدا ولكن دفاعيا عندهم مشاكل الغيابات اللي عندهم الكتيرة اللي بتصل يمكن لسبع وتامل عندهم على فكرة جول كامبل اللي كان مع متخب كوستاريكا ولعب في الارسنال لسه جايب جون مع كوستاريكا على فكرة في المباراة الاخيرة امام جامايكا في التصفيض طاعت كاس العالم برضو يمكن يبقى موجود ويمكن لا حيلحق التدريب الاخير ولا لا كلها امور عندهم برضو لغبطة كبيرة وخفير اجري بيلعب معهم بطريقة 4-3-3 بالمناسبة هو لما كان معنا بيلعب 4-2-3-1 مع انتخب مصر في اسبانيا كان بيلعب بطريقة دفاعية اكبر ولكن معهم بيلعب بطريقة هجومية واحيانا ما بيعملش حساب الدفاع وده يخل ايدي دوللك انه في الابرتيورة اللي هو النص الاول من الدوري طلعين تامن في الدوري وحاليا هم تاسع ولكن بفرق نقطتين فقط عن الاول بعد فوز وتعدنين لان لسه الكلاوزيورة لسه بدأ من الشهر ده طيب ده بالنسبة للمونتاري اذا الفريق هيلعب على الكرة العرضية كتير الفريق ماينفعش الاهل يسيب له المجال لكرة العرضية كتير اطوال موجودة في خط الهجوم عندهم بعض المشاكل الدفاعية وعندهم غيابات زيهم زيك فالفكرة هتكون عند طرفين الملعب كل التوفيل اي حد هيبدأ المباراة لكن رامي ربيع وياسر إبراهيم لازم يحجمه خط هجوم الفريق دي الاهم من النقاط الموجودة عند منتاري نص الملعب يبدو عادي بالنسبة للمونتاري اخطأ دفاعي شأنهم شأن اي فريق موجود يعانوا في الدوري المكسيكي فهم مش الفريق الرهيب لكن الفريق اللي ممكن التفاصيل اللي بتدايق لان ديها المصرية كرات عرضية او فولات وما الى ذلك ممكن يدايقونا بعض الشيء طيب اشتركوا في القناة